كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أعلن أنه أكمل المراجعة الثالثة في ضوء اتفاق الصندوق مع مصر والذي يتيح الحصول على نحو 820 مليون دولار على الفور وأوضح الصندوق أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى وثانية للبرنامج خلال مارس الماضي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة